السلام عليكم معكم زايد واليوم راح نسوي سبيدران مختلف سبيدران للعبة حياة البط واو يا زايد من دارك سولز وسيكيرو وكوب هيد الى حياة البط تستهبل انت يا شاب شوفوا خلونا اقول لكم شيء السبيدرانات الثقيلة تاخذ وقت وجهد وتعب مطبيعي فاذا انستمرت كل مرة سبيدران ثقيل 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 وقتها خلاص راح اقول يا رجال ما بسوي سبيدران عشان كذا شاب خلوه الثقيل له وقته عشان لما ينزل يكون كذا ذوق قيمة لذلك يا شاب خلاص خلونا نسوي سبيدران لكل الالعاب ألعاب خفيفة ألعاب ثقيلة ألعاب مش ألعاب كل شيء كل شيء خلونا نقلب هذه القناة كلها سبيدران وايضا صح يا شاب مقاطع الجيمبلاي راح تنزل لا تخافون ولكن يا شاب انا انتظر لعبة حلوة تجي عشان اقدر اصورها للحالين صراحة ما في ألعاب ما في ألعاب أبدا كل الألعاب خايصة ألعاب كذا تسليك وفي الفترة اللي ننتظر تنزل ألعاب حلوة راح ننزل سبيدران ويا شاب معلكم اللعاب الثقيلة جاية دورها لكن بس أعطوني شوية وقت وقبل ما نبدأ لا تنسوا صلى الله عليه وسلم وخلونا نبدأ اوكي طبعا اللعبة هذي شاب فلاش يعني مش لعبة كذا ثقيلة ولا شيء واضح جدا قصة اللعبة أنك أنت مزارع كبير وعندك مزرعة جميلة ولكن في يوم الأيام العصار معين يأتي ويكسر كل شيء والشيء اللي يبقى معاك هو بيضة بط لذلك مهمتك أنك تدرب هذا البط عشان يوصل للعالمية وخلاص ترجع إلى الساحة فاي يح قصة جدا جميلة الصراحة ولكن عموما أول شيء يجب أن تدرب على الركض لذلك ندخل مرحلة الركض وشوفوا كيف كل ما تسويه بس أنك تنطمن هذه الأحجار حتى الأشياء الصفرة هذي مش لازم تشيلها أنت فقط كذا كم من نطمن الأحجار ولو تلاحظوا الرقم اللي فوق على اليمين كل ما وصلت أعلى كل ما تدريبك صار له كفاءة ولكن انتو لا تحسبون الوضع بس كذا إيزي لا طبعا كل ما تقدمت الوضع رح يصعب رح يصير مرة سريع فمرات تحتاج أنك تنط بين الأحجار ومرات تحتاج أنك تنط خلف الأحجار ولما يصير الوضع مرة سريع حرفيا صعب ففي التدريبات آخر شيء قدرت أوصل لهو 8000 لأن الوضع بدأ يصير صعب نوعا ما فما بالكم يا شواب أن السبيد رانرز الحقيقيين يوصلون 20 ألف إلى 30 ألف وكما تشوفون مستوى الركض الآن صار 42 نحتاج أن نوصل لآخر شيء واللي هو 150 في الله مرة ثانية نكمل تدريب الركض لكن مشكلة يا شواب أني أنا فاشل في هذا التدريب فكثير مرات أخسر وأيضا في مشكلة ثانية أن الموقع هذا فيه لإعلانات يعني تخيلوا الوقت جالس ينحسب والإعلان موجود على العموم بعد ما تتدرب كثير وتوصل البط إلى 150 حان الوقت أنك تتدرب على السباحة وخلوني اعترف يا شباب السباحة ممتعة حقيقة السباحة ممتعة لأن كل اللي عليك تسويه أنك يا تنط فوق أو يا تسبح تحت فكل شيء يعتمد على ردة الفعل مرات رح تجيك عواميد لازم تنط منها ومرات رح تجيك سفينة كبيرة لازم تنزل منها ولا جزيرة لازم تنط من فوقها وطبعا الوضع عشوائي ما في لنا مطمئين كل فقط يعتمد على السكيلز ونفس نظام الجري كل ما تتقدم أكثر الوضع رح يصير أسرع أكثر وأكثر فزي ما تشوفوا أنا وصلت ثمانة الاف والوضع صعب المشكلة أني مم بقاعد أسوي الاستراتيجية الصح واللي هو المفترض أنك تلزك على اليسار وتنتبه لأي عقبة رح تجيك فأنتم متخيلين أن هذا سرعة عشرة الاف في ناس يوصلون عشرين الف إلى ثلاثين الف هذا الصراحة مدري أي نوع من الردات الفعل عنده لو يلعب كونتو سرايك مستحيل ما رح يحترفه ولكن زي ما تشوفون قدرت أوصل إلى عشرين الف وشوفوا السرعة شوفوا السرعة والأشياء المجنونة اللي لازم أسويها حرفيا كل شيء جاهز يجي على الشاشة بشكل مرة سريع وأنا حتى مدري كيف وصلت هذا الرقم وزي ما قلت كلما رقمك كان عالي التدريب حقك رح يكون مكافئ أكثر حيث أنك رح تلفل أسرع فحرفيا وصلت السباحة إلى 144 وإحنا ما نحتاج هالشي أبدا فقط وصل إلى 115 وخلاص يكفي وبعدها نجي لتدريب الطيران ويا أني أكره هذه الجزئية جدا 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 سيئة هذه الجزئية ومرة مرة مملة بكل بساطة البط حقك بس كده يطير وشو لازم تسوي هل لازم تتحكم ولا شيء هل في عقبات تتفاداها عشان تصير سريع هل مثلا في حركة بوست ولا شيء الجواب هو لا بس كده تطير ولما تشوف هذا الرقم يبدأ يصير بطيء أنزل على طول حرفيا بس هذا اللي تسويه وبعدها الطيران رح يتطور معك وكل ما تطور صرت أسرع في الطيران وخلاص أنت كمل زيد مثلا لما يوصل 2000 أنزل وبعدها لما تطور أكثر يوصل إلى 2500 أنزل وبس هذا اللي تسويه حرفيا الليل ما توصل الطيران إلى مستوى 150 تخيلوا يعني تقعد تقريبا 5 دقايق إلى 6 دقايق وانت قاعد تسويه الشيء مرة مرة يطفش ولكن الزبدة بعد ما خلاص توصل إلى 150 حان الوقت أنك ترتاح على طول تروح الشوب وتشتري الحبات الزرقة هذي 21 راح تكفي طبعا وبعدها خلاص يقعد أعطي البط حقك ولكن شوفوا أنا كنت أسوي غلطة فادحة كنت أعطي البط هذا بشكل مستمر وهذا غلط المفترض أنك كده تعطيه حبة حبة أول ما يخلص لحبة حقته تعطيه ثانية لأن بهذه الطريقة أنت ما راح تزيد الطاقة بشكل أوكي ولكن بعد ما تسوي هذه الأشياء خلاص تدخل إلى السباق وحرفيا ترتاح طبعا عشان توصل إلى الفاينل بوس تحتاج أنك تفوز في كل السباقات فتدخل على السباقات المبتدئة وتروح على كل لفل فأيلا يشى بحان الوقت أن البط حقنا الذي طولنا عشان انطوره أن يسابق البط الثاني وعرفيا البط هذا صار مرة قوي شوفوا كيف يا حبيبي سبقهم وهذول حتى بعدهم ما وصلوا لخطة النهاية وبعدنا ما خلصنا يا حبيبي توصل للليفل الثاني وعلى طول البط حقك مرة يتحمس ويطير طيران الأرض إلى خطة النهاية والصراحة ما رح كذا بينا ضحكت شوية شوفوا كيف معاناة البط الثانيين يحاولون يوصلون لكن ما قدروا البط حقنا يا شباب اللي ودي أسمي دودو لأن مدري شاب أحسر أن البط دامين ينفع عليه اسم دودو ما يمزح نهائيا وبعد ما تخلص مراحل المبتدئين على طول توصل للاماتشر ممكن بعض يقول لنزيل أنت هزال جاس أتحكم ولا شي الجواب هو لا حرفيا ما أتحكم في ولا شي كل اللي عليه أسوي إني بس أطالع وفعليا هذا هو البريك اللي كنت أحتاجه إني أطالع دودو وهو يطير وعند تشوفوا كيف من كثر ما أن الطيران حقه قوي صدم في الباب وكمل ولا عليه من أي حد وعاد لا أقول لكم عن هذا الليفل دودو يا حبيبي على طول انطلق بالطيران حقه وسبق كل حد دودو حارفين في هذا الليفل جالس يصابق نفسه ولا كأنه في أحد وصلت مرة بعيد وهذول مدري وينهم هتوقع بعدهم في البداية جاسين يقولون يا شاب احنا إيش جاسين تصابق عرفين نضيع وقت وبعدها خلاص نوصل لسباقات المحترفين واللي الصراحة ما في لها محترفين ولا شي يقدر ينافس دودو جالس يمر بكل سهولة ولكن بعدها خلاص نوصل للفاينل بوس بطل العالم تم اختيارك أنك تسابقه وعشان نعرف إذا دودو هو بطل العالم الجديد ولا لا لذلك يبتدي السباقو حرفيا دودو كالعادة مو سيطر ولكن اعترف يا شاب بطل العالم في له مستوى نوعا ما ولكن طبعا ما في شي يوقف دودو شوفوا كيف الطيران حقه الطيران مره شريع والأجراج هذه تساعده أكثر وبعدها خلاص نوصل إلى السباحة ولازال دودو مسيطر ونوصل إلى خط النهاية وجي جي إيزي يا حبيبي وخلاص البط حقك فاز وجاب لك 200 ألف دولار وأنقثت مزرعتك لذلك خلصنا من التدريبات يا شباب وحان وقت السبيدران الفعلي المؤقت يبدأ أول ما تضغط X على الإعدادات فعلى طول تدخل إلى تدريب الركض ولو تلاحظون يا شباب اللعبة تنلعب يد واحدة فقط يعني تقدر تتقطق بالجوال ولا أي شي وخلاص ولكن مني مصدق يا شاب اني مت من البداية يعني هذا الشي مرة فضيحة انتش قاعد تسوي زايد حتى ما نطيت أصلا ولكن لما تبدأ توصل إلى 8000 الوضع يبدأ يصعب شوي عارفين كلي أسوي أني أتم أنطنط ما في لا ردة فعل ولا استجابة ولا أي شي الوضع مرة سريع ولكن شوفوا شو اللي قاعد يشير عارفيا يا شباب مليت جالس ألعب هذا الوضع وفي نفس الوقت جالس أطالع في التلفون وحتى لما ممت مبقاعد أسوي رتراي والله يا شاب ان هذه اللعبة جدا جدا مملة لدرجة يا رجال اني نايم وأنا جاء سألعب ولكن الزبدة بعد ما أخيرا وصلت إلى 150 حان وقت السباحة الممتع وماني مصدق عيال من أول محاولة وصلت إلى 15000 والوضع مرة سريع وانا مش عارف كيف جاس أتحمل كل هذا ولكن هي حال الأقل عندي سكلز ولكن للأسف هذا العمود خرب مرات يا شاب أحاول أوصل إلى 20 ألف لكن لاحظت أن تقريبا هذا هو حدي لأن الوضع مرة سريع وطبعا جزئية في الطيران أخذ جزئية في اللعبة ولكن شوفوا شاب لما بدأنا السباقات حرفيا جالس أطلق على التلفون وكل اللي أسوي أني بس أروح المنيو وأختار السباق وخلاص أكمل فيا السلام ايش هذا السبيدران الاسطوري عرفيا هذا هو البريك اللي يحتاجه فخلاص وصلنا للفاينل بوس وسبقناه وصحي يا شاب المؤقت ينتهي أول ما تطلع هذه الصورة فأنهينا اللعبة في 23 دقيقة و 58 ثانية ولكن تعرفون يا شباب ما أرضى بهذا الرقم أوكي يا زائد ترى هذا أقل من ساعة الصراحة مدريش حاول أسوي لكن أحاول أجيب رقم أحسن لذلك مدينة سبيدران ثاني لدرجة أني غيرت أسلوب لعبي ليش أنا جالس أمد يدي ومدري إيش شيء الماوس ريزر على السريع وخلاص كمل ألعب ولكن الحلو يا شاب أني وصلت 150 بفرق 34 ثانية يعني هالمرة فيه تحسن وكالعادة أحاول أوصل 20 ألف لكن ما أقدر ولكن على الأقل خلصنا التدريب بفرق 13 ثانية وجزئية الطيران 20 ثانية فالحين كلها جزئيات سهلة وممكن حد يتساءل ويقول أنزيل أنت يا زائد ليش حاط كل الصباقات في النهاية أنت مم قاعد تسوي شيء ونعم أتفق معك لكن في شيء واحد قاعد أسويه أني أول ما أخلص الصباق على طول أروح للصباق اللي بعدها هذا الشي يحتاج لدقة يا حبيبي أنك تسوي كل هذه الأشياء بسرعة فأنهينا سباقات الأمتشر ب 30 ثانية ولكن شوفوا العجل اللي سويده بدل ما أروح المرحلة اللي بعدها بسبب أني أنا مرة مستعجل ضغط على المرحلة نفسها بالغلط ومش بس كده لما حاولت أرجع المنيو بوم جاني إعلان فأخذلك هي الوقت الضائع ولكن هامشين اللحقنا ب 27 ثانية مع أننا كنا نقدر على 35 أو 40 حتى فهذه المرة أنهينا اللعبة في 23 دقيقة و 32 ثانية بفرق 26 ثانية فداما يا شاب السؤال هنا 23 دقيقة و 32 ثانية أي مركز راح يوصلك يا شاب هل راح تصدقون لو قلت لكم أنه راح وصلني مركز 62 من بين كم لعب؟ من بين 234 لعب تخيلوا توب 100 الصراحة مدري حس أن هذا شي جدا غريب وأيضا صح لا تنسوني 23 و 32 ثانية مع الإعلانات بدون الإعلانات أتوقع بتكون أقل فالشي هذا أسطوري صراحة تبرى إنجاز أخيرا لعبة كثير فيها لعبين وأنا أشير التوب 100 بما صح شاب أنا ما عندي مشكلة ألعبها وأوصل حتى التوب 10 باكن لعبة مملة هذه المشكلة مو ملة مملة السبيدر حقها ممل جدا فهذه المشكلة فقط الباقي كله إيزي وإن وصلنا هالفيديو أتمنى أعجبكم له السؤال لايك وإلى اللقاء